أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل الثاني عن استشهاد شرطيا وإصابة أربع آخرين خلال عملية اعتقال متهم في حي العدالة بمدينة أربيل وقال المصدر في تصريح صحفي المواجهة سمرت أكثر من ساعتين وأن مدير شرطة مركز أربيل وأربعة أفراد شرطة آخرين أصيبوا خلال أداء الواجب بحي العدالة قبل أن يتوفى أحد المصابين لاحقا متأثرا من جراحي وهو نجل مدير الشرطة وأضاف المصدر أن المتهم كان مطلوبا وفق مذكرة إلقاء قبض قضائية استنادا إلى المدى 405 من قانون العقوبات العراقية لكن المتهم رفض تسليم نفسه ولذب الفرارة موضحا أن المتهم سبق أن كان ضابطا في القوات الأمنية وقام خلال الموجهة مع الشرطة بإطلاق النار بوسطة سلاح مسدز وأشار المصدر إلى أنه خلال الموجهة وصيب العقيد أعز الدين الذي كان سابقا مدير مكتب التحقيقات الجنائية في أربيل بثلاث طلقات نارية